وقطر بالنسبة لي نحن قلنا انها دولة شقيقة ولن ننسى الدور القطري في دعم فبراير وانا شخصيا لن انسى ما قدمه الاخوة القطريين وبابتسامة عريضة ويشهد الله ويشهد الله ويشهد الله يشهد الله انها بدون اي شروط لكن للأسف الثورة المضادة شيطنت الدور القطري واغتالت معنويا الدور القطري في ثورة ليبيا العظيمة ثورة فبراير واصبح للأسف حتى جزء كبير من من شاركوا في ثورة فبراير يعني يتطاولوا على قطر بقلة ادب طبعا نحن مع النقد من حقك انك تنتقد اني اساسا مش كل المواقف القطرية موافقهم عليها بالعكس وهم يعلمون ذلك وقلت في الاعلام يراموا اتكرارا لكن ان تصل الدرجة ان تصل بنا الحال الى شيطنة الدور القطري وقلة الادب كنام فارغ استحل اني نعاودا سواء على الشخصية المحترمة الشيخ حمد الامير او زوجته او ابناءه لمنهم الامير تميم او الشيخ تميم او حقيقة مساعدي اخوانا بغض النظر ونحن لا اذكر اني طلعت في يوم الايام وخصص شيء الا من خلال السيرة حتى وصل بالتافهين والتافهات انه عندما قال سماحة المفتي اطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية واخذ من اعمارنا واعطاه عندما قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله والدور القطري مشكور ولا يجب على الانسان ان يكون في اقل من مستوى الكلب لان الكلب وفي الكلب وفي ومعروف وفاء الكلب والانسان المفروض يكون وفي لي اخو وفي لكل من اعانى وفي لمن ابتسم في وجهه وفي لمن وقف معه في وقت الضيق وفي وقت الحسرة توا تتنكروا لدور قطر فقامت عادة كيف واخديوا عادة الاعلام زي يخدوهم تاع العشرة فرادي بربع والس المرسيدس والكلام التافه وقعدوا يشوهوا وقال لك المفتي قال من اللي ما يشكرش قطر فهو اقل مرتبة من الكلب شوف كيف حوروها وبدو الناس حتى دكاترة في الجامعة وناس ما اقلت لكم الوعي هذا الوعي ريتوا مستوى الفلتر اللي في الدماغ مضروب النظام انتاعت تنقية مضروب وقعدوا يا اخوي انت قلت له واحد مرة قال هالي قلت له والله انا ما سمعت في البداية بكل لكن والله نعرف الشيخ الصادق عن قرب ومستحيلا يقول هذا الكلام فلما رجع قال ليه والله ما قالش هكي غير كذا بيقلت له تو انت من بيتحمل الدم وانت تحلف وتشحط في عروقك ولين عرق بيتطربك في جبهتك وانت كيف تو هذا الكلام شهد ان معسكر فبراير وتيار فبراير الصافي الرقراق النقي الذي لم يبدل ولم يغير موقفة واضح دور قطر في الالفين وحداش لا يمكن ان ننساه وبعدين فيما تعرضنا له منازمات سياسية وا 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 اذا انتقدنا ننتقد بأدب واحترام في اطار الاخوة والاشقاء مش غير اخوة لكن ان يصل بالبعض الى قلة الادب ومسؤولين مسؤولين على مستوى الدولة تا والله واحد يقطف ماشي بنت في فيسبوك كتبة ماشي واحدة طالعة منها الرعاة قالت كلمة في السوشيال ميديا مقبولة ماشية يعني لكن لما تطلع مسؤول كبير وسواء رئيس مجلس نواب عضو مجلس نواب عضو مجلس دولة مسؤول كبير وتبدأ تردد في كلام ارقاق المسالك عيب ترجمة نانسي قنقر